فكرة إنه هو تعاقب علشان عمل حاجة ممكن مش عارف ممكن يكون معندوش المهارة إنه هو يعمل غير كده فهو بيجيله شعور بالظلم فأول حاجة هو بيحس بالظلم الفضيع تجاه مامته وباباه تاني حاجة بيبقى بنخلق انتقام ده الأفكار اللي بتيجي في بالي الولاد مش هي خليتني أعمل كده أو ما خليتنيش أعمل كده طب أنا بقى هفرج أو أنا هفرج صحابي لأن هما ساعات الولاد بيفرغوا في الصحاب وده اللي بيخلق فكرة البولينج أو التنمر بالظبط كده وفي دراسات بتقول إن الأطفال اللي طول النهار أو طول الوقت أو معظم الوقت بتتضرب ما بتعرفش تحل مشاكلها غير بالضرب فده بيعود علينا بسلوك برضو أوحش فبيطلع منه إنه هو الطفل بينتقم فكرة برضو إنه هو يتمرد برضو بتظهر جدا بيبقى متمرد على كل حاجة أنا بعملها ومش عجبه ولأ ده بقى بيبقى نتيجة لطريقة تربيتي أصلا فالتمرد ده بيبقى أنا برضو السبب فيه والأهالي اللي بتشتكن للعند برضو بيبقى معظم الوقت أنا بيعند معي فهو بيعند معي بيبقى رد فعله الحاجة الأخيرة إنه هو بيبقى فيه تراجع نفسي وتراجع نفسي دي إما الولد بيبقى سنيكي أو ملتوي يعني مثلاً هي ما خلتنيش أجيب اللي أنا عايزه طب أنا هعرف بطريقة بتاعتي بالكذب بقى إنه هو يحور بقى طريقة إنه يقلف قصص يعمل أي حاجة إنه هو يأخذ اللي هو عايزه أو إنه هو يبقى مهزوز ويعاد يقرأت في دوافره يرجع بقى يحصل فيه تراجع إنه هو مثلاً بعد ما يكون تعلم الباتي ترينج تلاقيه تاني أمهاد بتشتكي ده يرجع تاني يعمل عنه طيب ليه؟ بنسأل طب إيه الطريقة اللي بتتعاملي بيها معافل غلط بضربه ما هو بتضربه ده بيأثر عليه يئما بقى الولد يروح يمين اللي هو بقى يلتوي ويعمل حوارات ويبقى مش مظبوط يئما بقى يترجع خالص ويبقى هو ولد لا عنده ثقة في نفسه ولا يعرف يتصرفه في المواقف خايف يتصرف لحسن يتهزأ لأن كل تصرف هيعود عليه بتهزيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر